موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حلقة هذا اليوم نخصصها للحديث حول الشأن السياسي تحديدا قرار حكومة الاحتلال بضم الأغوار الفلسطينية والمستوطنات وبسط نفوذ قانون الاحتلال عليها ما الذي تشكله الأغوار الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين من ناحية سياسية واقتصادية وزراعية كيف يمكن للمواطنين الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية مواجهة هذا القرار كيف يمكن للعالم أن يتدخل لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ هذا القرار وانعكاساته على عملك السلام ضيفنا لهذا الأسبوع هو عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح الدكتور صبري صيدم دكتور سعيد مساك أهلا وسهلا وكل عام أنتم بخير مناسبة انتهاء العيد الفتر الساحي أهلا وسهلا بكم كل عام وأنتم بخير دكتور حكومة الاحتلال يبدو أنها ماضية في قرارها بضم الأغوار والمستوطنات هل تعتقد أنها ستطبق هذا القرار أم أن المجتمع الدولي سيثنيها عن ذلك كل عام أنتم بخير من جديد وألف تحيي للمشاهدين والمشاهدات وتحيي لأرواح شهدانا وجرحانا وأسرانا دائما في المقدمة القدس عاصمة القلوب لا شك أخي في رأس بأن إسرائيل تعتبر أنها الآن أمام فرصة ذهبية تاريخية ربما أنت تكرر ورأس الحرب فيها هو وجود صهين الجدد على رأس سدة الحكم في أمريكا وهم أصحاب مشروع صفقة القرن بالتنسيق مع المكنة العسكرية الإسرائيلية الاحتلالية وبوجود سفير لا تعرف في بعض الأحيان إذا كان هو سفير أمريكا لدى إسرائيل أو سفير إسرائيل لدى أمريكا فريدمان الذي ساهم في هندسة هذا المشهد وبالتالي رسالة الصهين الجدد هي عادة احتلال المحتل وتمزيق الممزق وتوسيع دائرة السيطرة والهيمن وبالتالي خرجوا بهذه الخارطة المسخة التي رأيتها من خلال استعراض ترامب لما أسمي بصفقة القرن في ظل محاولة لإقناع الفلسطينيين بأنه إذا ما قبلتم فيها سنعيد فتح الملفات وسيكون هناك دولة فلسطينية وكأنه هذا كان الطعم الذي اختارته الإدارة الأمريكية لإعطاء الانطباع منه في شيء سيأتي من وراء هذه العملية السياسية لذلك أنا مقتنع تماما بأنه إسرائيل متجهة نحو الضم وأنه كل ما يرشح من أخبار هنا وهناك بأنه قررنا تأجيل بأنه هناك اتصال من الإدارة الأمريكية للتوقف عن تنفيذ الخطة وخلافه كله لذر رماد بالعيون وإحباط المشهد شيئا فشيئا فلسطينيا بإعطاء الانطباع بأنه هناك أمل في الموضوع تماما كما جرت لعبة النكبة الفلسطينية بأنه هناك جيوش عربية وستأتي لإنقاذ فلسطين وأنه هناك أمل ومن ثم سنذهب إلى عصبة الأمم وسيكون هناك أمل هذه لعبة المتاجرة بالأمل لعبة فارغة المضمون وعليه أنا متأكد أنه إسرائيل ستذهب باتجاه تنفيذ خطة الضم هناك منحنة آخر في الموضوع يعني اسمح لي في عجالة أنا اتطرق لي هو موضوع نتنياهو الذي الآن هو على مفترق طرق هل يريد أن يدخل التاريخ بأنه هو الإنسان الذي نفذ توسيع إطار الدولي اليهودية وهيمنتها على الأغوار التي تعتبر شريان حياة رئيسي في استدامة أي دولة طالما أنها أرض خصبة ولديها هذه الإمكانيات وواقعها الاستراتيجي أم يريد أن يدخل التاريخ بأنه هو رئيس الحكومة الذي ذهب إلى السجن في نهاية حياته السياسي وبالتالي هناك معرق شخصي أيضا لي نتنياهو تشكل المنحن الثاني في مركب ما أسميه بصفقة القرن لكن سبحان الله عام العشرين عشرين يفاجئنا بكثير من التفاصيل الكورونا أحدها ولكن ما يجري في أمريكا الآن هو معطأ سنأتي إليه لأحدها حقا تطور خلال الأيام القليلة الماضية ولا نعرف أين سيتجه ولكن هل سيساهم هذا في الحط من عزيمة الضم؟ طبعا هذا سؤال كبير برسم الإجابة ربما الأسبوع القادم إذا ما عدنا للقاء يكون هناك لدينا معلومات إضافية نستطيع البناء عليها طيب دكتور ما الذي يعنيه ضم تحديدا منطقة الأخوار؟ ما الذي تستفيده حكومة الاعتلال من ضم منطقة الأخوار؟ طبعا هو يجري الحديث عن طبيعة المنطقة الاستراتيجية وسيطرة إسرائيل العسكرية عليها وحرمان الفلسطينيين من نافذة اللي هي العالم الخارجي وخلافه وتحويل الفلسطينيين إلى شعب أو ربما جماعة محصورة في جغرافيا محددة وتسمى باللغة الإنجليزية لاندلوكت يعني ليس لديك أي منفذ بحري ولا لديك أي منفذ تستطيع من خلال الدولة التي هي على اليمينك وعلى يسارك أو في الشرق وفي الغرب لكن هو البعد اقتصادي أكبر من البعد الاستراتيجي يعني موضوع الاستراتيجية وموضوع العقيدة وموضوع الارتباط الشعب اليهودي بالأرض وخلافه كلها قضايا إسرائيل تستخدمها من أجل تنفيذ رؤاها الاقتصادية باعتبار أن هذه تشكل سلة فلسطينيين الغذائية نعم وبالتالي هي تصبح سلة إسرائيل الغذائية ومرتبطة بالامتداد من البحر الأحمر إلى طبرية مرورا وصولا إلى المرتفعات الشمالية وبالتالي هي تشكل مرورا باللوحر الميت طبعا تشكل هي حاضنة خصبة لأكثر أرض توفر الإمكانيات الاقتصادية وإمكانيات الاستثمار التي رأت إسرائيل الآن بأنها بدأت تدخل فيها أسواق عالمية وعليه هي تقتل الشعب الفلسطيني من ناحية وتفتح بوابة الحياة لها باعتبار أن السيطرة على الأرض ستزيد من إمكانيات توسع المساحات الاقتصادية الموجودة والمستوطنات على حساب الفلسطيني وبالتالي ترحيل الفلسطيني وتحجيره لذلك مشروع صهيوني بامتياز وهو يخدم رؤى نتنياهو بأن القدرة الاقتصادية لإسرائيل ستكون العامل المؤثر في حسابات الدول لا محالي طيب دكتور في ظل كل هذه الأحاديث بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات والضم سياسيا ما الذي قمنا فيه كفلسطينيين من أجل الحيلولة دون تنفيذ هذا القرار وصيدرة على الغالبية الصاحقة تقريبا أكثر من 70% أو 80% من أراضي الضفة الغربية ستصبح تابعة للاحتلال هذا صحيح وبتعرف كثير رهنوا بأن القيادة الفلسطينية تناور وأن موضوع اعتبارنا في حالة من حل الاتفاقيات القائمة بأن هذا جزء من عملية المناورة ولكن تعرف الآن أخذ هذا القرار لا يستطيع أحدا أن يقول بأن القيادة الفلسطينية كانت تناور قيادة الفلسطينية ذهبت إلى عملية سلام في ظل وجود ضامن لهذه العملية وفي ظل وجود رعاية دولية وفي خضم عملية كانت أدت إلى ولادة ما أسمي بالرباعية أنا ذاك والتالي كان في شعور لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأنه في حاضن دولي وأنه احنا متجهين باتفاق أسل نحو إقامة الدولة ورأيتم الانسحابات الأولى غزة أريحة وبعدها تسليم بقية المدن وخلافه مما خلق هذا الانطباع بأنه الأمور تتجه نحو الدولة ولكن كل المعطيات اللي من الصعب الآن في عجالة ندخل فيها أدت إلى المشهد الموجود حاليا لذلك احنا فلسطينيين اتخذ هذا القرار اليوم جاري تداول خطة في تعاملنا فلسطينيين على مستوى قيادة منظم التحرير حركة فتح والفصائل الأخرى وأيضا على مستوى الحكومة الفلسطينية وسبل تعاملها مع هذا الوضع بالتالي احنا رايحين نحو عنوان أو خطة عنوانها المواجهة ولن نقف مكتوفية الأيدي ولا نستسلم لأنه بطبيعة الحال احنا بعد مئة عام من الصراع الكبار ماتوا نعم ولكن الصغار لم ينسوا ولن ينسوا وهذه الأرض التي قيل بأنها أرض بلا شعب أثبتت بأنه هناك شعب وأن الهوية الفلسطينية هي ليست هوية قابلة للتصرف وبالتالي كل مقومات بقاء الدولة الصهيونية على حساب الفلسطيني انتفت وعليه احنا نعتبر حالنا الآن بأنه دخلنا في معترك جديد هو عنوانه المواجهة الآن كيف تتجلى تدعيات الأزمة في أمريكا إلى أين تأخذنا الكورونا وتبعاتها الاقتصادية اللي هي أخطر من الفيروس نفسه وكيف سيكون النظام العالمي الجديد كله سيشكل المشهد الذي سيأتي على عملية الضم أو لا يأتي أنا مواثق أننا رايحين نحو الضم بكل أسف وكل ما يقال هو في إطار فقط عملية تبنيج المعنوي إن صح التعبير لكن المواطيات الدولية قد تفرد تغيير في المعادلات القائمة طيب دكتور يعني اتفاقية أصله هي اتفاقية دولية بموجبها تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وعودت جزء من الفلسطينيين إلى أرض الوطن هل يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا على إنهاء أوسلو على إلغاء الوجود الفلسطيني على أرضه بصراحة يعني هذا الموضوع أنا شاكر أنك أتحت لي المجال الإيجابي على هذا السؤال لأنه حتى في الإطار الفلسطيني هناك من يتحدث عن أوسلو ويقول اتفاق أوسلو اتفاق أوسلو هو فعليا يعني هو دخل في الانتخابات ودخل في المجلس التشريعي وشارك في الحكومات السابقة وبالتالي يعني أنت ترفض المبدأ ولكن تتعامل مع النتائج صعبة هذه شوي فإحنا يعني نحسب نقاشنا فلسطينيين فيما يتعلق بالأسلو بالفلسطينيين والروح باتجاه البعد الدولي يعني أي عالم نتحدث نتحدث عن أوروبا القرار يجب أن يأتي بالإجماع في أوروبا والآن أنت بتعرف أنه النمسا وهنغاريا كان لديهم موقف في موضوع خطة الضم وبالتالي لم تحقق أوروبا الإجماع في رفض خطة الضم وإن كان مفوض الاتحاد الأوروبي تحدث عن رفض مفهوم الضم والاتزام بقرارات الشرعية الدولية تتحدث عن عالم عربي منقسم ومشرثم لم تعد القضية الفلسطينية فيه الأوروية وصار البعض يتسابق من أجل استرداء شلومو من خلال الحديث عن إسرائيل الدولة الديمقراطية وما رأيناه بالمناسبة هو يعبر عن حالات فردية ولكن بالمجمل العام يعكس حال الواقع العربي المتشرذم والصعب تتحدث عن روسيا والصين في معادلة أخرى نحن نريد أن يكون هم أكثر فعلي في موضوع الرباعي ودائما الرئيس كان يقول إذا كان في عودة لأي حوار لا يكون على طاولة اليد الطولة فيها لأمريكا وهو كان يقصد دخول الصين وروسيا ودول أخرى بصورة أكبر ووضع أكثر فعلي لأن الأمريكان أخذوا شوط كبير في موضوع أن يكونهم ضامن ولكنهم اتضح بنهاية المطاف أنهم يطرف وليسوا ضامنين على الإطلاق والرئيس تحدث في مرتين أن الإدارة الأمريكية كانت تعاطل حتى الاتفاقيات أو محاولات التوافق الفلسطيني الإسرائيلي وأشار إلى ذلك بأنه حتى باتفاق أوسلو أنه بعد أن تم الاتفاق وضعت على ورقة فلسطينية طب دكتور في ظل الوضع الراهن الكساب الفلسطيني تراجع القضية الفلسطينية على الأجندة العربية العالم كل يواجه مشاكل وتحديدا أزمة كورونا وما إلى ذلك كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة الضم؟ أولا أنا لا أريد أن ننطلق من أرضية اليأس يعني أن نأتي على معركة لأن بسمع بعض الأصوات يعني تقول بأنه مضلش إشي في المشهد الفلسطيني وأنه وكأنه إحنا يجب أن نتجه نحول الاستسلام وانت عارف أنه الفلسطيني يموت ولا يستسلم وبالتالي الموت أكرم لكل فلسطيني من أن يستسلم ولكن إحنا لن نذهب لموضوع مواجهة الضم بعقيدة المستسلم أو بعقيدة المنبطة وإنما سنذهب بعقيدة أنه الشعب باقي والهوية باقي ومواجهتنا ستكون واضحة وحركة تحرير الوطن الفلسطيني فتحها على الأقل اللي أستطيع أن أتحدث باسمها فعضو لجنة مركزية متجهة نحو مقارعة فكرة الضم يعني جملة وتفصيلة وسيكون الميدان هو الحكم بصراحة في موضوع المواجهة المعطيات الدولية هي جزء من الموضوع مواقف الدول التي عبرت عنها مطلوبة أن تترجم ولكن هناك عقبات كأداء وهناك قطوات يجب أن نتخذها حتى أكون معك صريح لا يمكن في حالة الشرذم الفلسطينية أن تقود معرك وبالتالي موضوع الوحدي الوطني قضي يجب أن نجد آلي لمعالجتها إن لم نتفق على قواسم تشكيل حكومة مثلا أو على قواسم تحدثنا عنها في الماضي على الأقل نتفق على قواسم العمل الميداني حتى نواجه هذا الفكر الصهيوني الجشع بعقلية موحدة وعندها ديناميكية لحركة قضية ثانية موضوع الأداء على مستوى منظمة التحرير من خلال تفعيل أطرها وهيكلها وتمكنها بالفعل أن تكون كما نريدها ونقول عنها دائما لممثل الشرعي والوحيد حتى تكون جاهزة لمرحلة قادمة عضويتنا في العمم المتحدة وأنا من أنصار فكرة أن نقدم مشروع قرار الآن عنوانه إنجاز الاستقلال الوطني للفلسطين لأننا عضاء في العمم المتحدة وأننا كنا مراقبين اليوم رفع مستوى العضوية إلى عضوية دائمة وإنجاز الاستقلال الوطني وكلهما أو أيهما يقود إلى الآخر يعني عندما تقول إنجاز الاستقلال الوطني يعترف فيك العالم عضويتك بصورة آلية تصبح عضوية دائمة وإن جئنا بالمسار المحاكس أيضا ستقود إلى موضوع الإنجاز الإنجاز الاستقلال الوطني باعتبار أن الدول تعترف فيك وهذا هو الملف الذي يجب أن نتحدى الدول فيه الآن نحن دخلنا في عملية سنام ودخلنا في تفاصيل كثيرة والكل يعرف التاريخ لا داعي لإعادته الآن مطلوب من فرنسا أن تعترف بفلسطين مطلوب من الدول أن تعترف بفلسطين وهذا الاعتراف سيعني بأن حدود فلسطين موصفة وفق قرارات الشرعية الدولية وأن إسرائيل لا تستطيع أن تعتدي على هذه الحدود من خلال عملية الضم وبالتالي مطلوب فلسطينيا ترتيب أمور بيتنا على مستوى الأمم المتحدة أن نتوجه بمشروع قرار من أجل إنجاز الاستقلال الوطني أو رفع عضوية فلسطين عضوية دائمة وثالثا أن تعترف الدول بفلسطين ورابعا أن نذهب لمؤسسات حقوق الإنسان التي لطالما استصدرنا منها قرارات أدانة إسرائيل أن تفعل هذه القرارات ويتم التعامل معنا على أرضية أننا دولة تحت الاحتلال ولسنا على الإطلاق مشروع انتفاء أو مشروع تجاهل لأن الفلسطيني باقي وهويته باقي وثباته بالأرض هو خير عنوان على أن عملية إثبات الهوية والبقاء مستمرها طيب دكتور تحدث أكثر من مرة عن أننا متجهين إلى مواجهة مع دولة الاحتلال ما نوع هذه المواجهة التي تراها خضرتك؟ طبيعة الحال هذا هو النقاش الذي يدور الآن في إطار حركة فتح وهو الذي يدور على طاولة القيادي ما هي طبيعة المواجهة التي سنذهب باتجاهها أن لا أريد استباق الحدث ولا وضع الكلام في فم أحد أنتظر إلى حين بلورة الموقف بصورة شاملة حتى يأخذ القرار على مستوى القيادي وعلى مستوى أطر الفصائل ليكون هناك موقف إجماعي فلسطيني حول آلية المواجهة المستقبلية هل يمكن أن نكون على أعتاب انتفاضة فلسطينية جديدة في ظل أن المسروع الوطني كله بات مهددا دكتور عندما تأخذ إسرائيل هذا القرار ويتغاضى العالم عن هكذا قرار ولا يكون هناك موقف دولي واضح بهذا الاتجاه ستكون كل الأبواب مفتوحة وكل الخيارات متاحة أمام الشعب والشارع طيب دكتور في ظل الحديث عن موضوعة الضم كيف يمكن دعم المواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق؟ تحديدا نحن نتحدث عن المناطق جيم وهي تشكل تقريبا 1-2% من مجموعة أراضي الضربية ومنطقة الأخوار التي تشكل تقريبا 29% كيف يمكن تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين هناك لمواجهة محاولات الضم الإسرائية وهي أيضا مستمرة من ذو سروات؟ بصراحة يمكن أن نتحدث الآن هناك عملية هدم واعتداء على مواطنين آمنين في مناطق الأخوار هو جزء من الحراك اليومي كما تفضلت لكن ما أردت أن أقوله بأنه في إطار الإعداد لخطة المواجهة هناك مفهوم التمكين وتعزيز الصمود وأعتقد أن هذا محور رئيسي وليس محور ثانوي على الإطلاق في سبيل التعامل معه أعتقد أن الحكومة في الأول الأخيرة في اجتماع الأخير اتخذت قرارا لتعزيز هذا البعد ولكن تعرف أن نريد أن ننتظر التفاصيل كيف سيتم التعامل معه مثلا هناك أراضي تابعة للأوقاف كان في أحد الحكومة السابقة نقشنا تفاصيل من خلال ثمن وزارات وسلطات كيف نستطيع أن نوفر إمكانية إتاحة هذه الأراضي لخريجين الجدد على سبيل الإستثبار لمشاريع زراعية ومشاريع صناعية وكنا قد قطعنا شوطا كبيرا وجاءت الحكومة الحالية ونأمل أن يستمر هذا الجهد بهذا الاتجاه حتى يكون هناك بالفعل خطوات عملية على الأرض لأنه الآن الموضوع لم نعد نمتلك فيه طرف التفكير اليوم يجب أن نمتلك زمام المبادرة ونتجه الحمد التنفيذ طيب دكتور هل تتوقع أن الشارع الفلسطيني سينفجر في وجه الاحتلال في حال نفذت مشروع الضم وهل الفصائل الفلسطينية ستشارك فيه هكذا ثورة أو انتفاضة؟ نعم أنا أتوقع أن ينفجر الشارع ولكن شكل هذا الانفجار ستحدد طبيعة التصور الشمولي الذي يجمعنا فلسطينيا سواء تحت راية تنظيماتنا أو ضمن الفكر الجمعي الفلسطيني بكيف نواجه المرحل القادمي ولا أخفيك من أن تداعيات المشهد الدولي سيكون لديها انعكاس كبير على الواقع يعني نحن الآن نتحدث ونحن في حالة طوارئ وقبل دخولنا للستوديو وكان في تمديد نعم رئيس تمديد حالة طوارئ وبالتالي هناك وباء مازال مستمر ما تبعات التعامل مع كيف ستتفاقم الحالي لا سمح الله أو كيف سنواجه المرحل القادمي خاصة في ظل الحديث عن موجه ثاني من الوباء الواقع في أمريكا وتجلياته وتفاصيله طبيعة المواجهة ما بين الصين وأمريكا ويعني طبول الحرب التي تقرع الآن في حديث مستمر عن مواجهة عسكرية ومواجهة اقتصادية الخارطة العربية وبشكلها النهائي وطبيعة مواقف الدول التي تأرجحت في مفهوم الضم خاصة وأنه هناك ثلاث دول يجب أن لا ننسى شاركت في احتفالات الإعلان عن حدود القرن فإحنا أمام وضع يعني كان الله بالعون لكن مهم أن نؤمن فلسطينيا بأنه يعني إحنا في معركة يجب أن نقول فيها يا وحدنا ولكن في ذات الوقت أن تبقى عيوننا على شركانها الدوليين الذين يستطيعوا أن يوفروا الإسناد اللازم في حسم هذه المعركة دكتور خلينا نشوف تقرير صغير عن الأغوار وبنرجع نصنف فاصل قصير لعرض تقرير صغير حول أهمية الأغوار ولماذا تقوم بسلطات الاحتلال بالسيطرة عليه 720 ألف دنم تبلغ مساحة الأغوار الفلسطينية أي قرابة 29% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية استولى الاحتلال على 400 ألف دنم واعتبرتها مناطق عسكرية مغلقة وأقامت على أراضيها المصادرة 38 مستعمر زراعية تصدر منتجاتها للعالم وتسرق مياه الفلسطينيين وتصادر أراضي أخرى للتدريبات العسكرية الأغوار هي سلة غذاء فلسطين تنتج محاصيل زراعية تبلغ قيمتها قرابة ملياري دولار سنويا يسعى الاحتلال لإخضاع أكثر من 70 ألف مواطن فلسطيني لحكمه المباشر يتوزعون على 27 تجمعا سكنيا من محافظات طوباس وأريحة ما يعني أن دخول الأغوار والخروج منها سيكون للمواطنين الفلسطينيين عبر تصريح خاصة يأتي تركيز الاحتلال على ضم منطقة الأغوار لخصوبة أراضيها وإنتاجها الزراعي الغزير وللسيطرة على حوض المياه الشرقي الذي يضم قرابة 170 مليون متر مكعب لتحول هذه الكميات للمستوطنين ومزارعهم على حساب المواطنين الفلسطينيين الذين يحارب الاحتلال وجودهم منذ سنوات بقطع المياه عنهم وبمصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وتهجيرهم أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور تعليقك على التقرير شفنا اليوم يعني واضح أنه التقرير استعرض بشكل شمولي الواقع الذي يدفع إسرائيل نحو هذه الغنيمة التي تعتبرها مكسب استراتيجي بالنسبة لها وأعتقد أنه أيضا الموضوع الديني البعد الديني والسياحة الدينية لها أثر كبير جدا بالموضوع وهذا ما يعكس أنه موضوع الضم ليس موضوعا اعتباطيا ليست قضية عسكرية وليست قضية استراتيجية وليست قضية سياحية وليست قضية دينية وإنما هي قضية تحمل كل ما ذكرنا من تفاصيل لذلك هذا المحور الذي يسمى الأغوار أهم بكثير من محاور جغرافية أخرى وأن كنت أعتقد أن إسرائيل ستبدأ من الغرب إلى الشرق أولا تبدأ بضم المستوطنات من ثم تصل إلى ضم الأغوار لأنها لا تريد أن تفتعل مشاكل معجرانها تحديدا الأردن في مفهوم ضم الأغوار والمحاذير المرتبطة باتفاقية السلام وتلويح الأردن بإمكانية أن يراجع تفاصيل الاتفاقية إن أقدمت إسرائيل على موضوع الضم وهذا موضوع آخر ربما نتحدث هذا الموضوع مهم دكتور هل يمكن أن تقوم الحكومة الأردنية أو الأردن بشكل عام كمالك وحكومة بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع حكومة الاحتلال؟ بصراحة هذا أمل الشعب الفلسطيني والقياد الفلسطيني ليس فقط الأردن وإنما أيضا مصر باعتبار أنه الرئتين يتنفس من خلالهم وباعتبار أنه في مواقف واضحة وفي قرارات صادرة عن الجامعة العربية وفي مواقف معلنة تحديدا من الأردن سمعناها على اللسان القيادي السياسي وبالتالي نريد فعلا أن يتم التركيز على هذه القصة لأن القصة لها هزات ارتدادية تصل إلى حوض المسجد الأقصى وبالتالي الموضوع ليس موضوعا اعتباطيا تحديدا من نسبة للأردن ونأمل بالفعل أن يكون هناك موقف عربي كما اعتدنا من الأردن ثابت في هذا المحور والتأكيد على أنه كل شيء يصبح في مهب الريح إذا ما أقدمت إسرائيل على موضوع الضم طيب دكتور بتعتقد أن الأردن ممكن تقدم عليه خاصة أن الأردن تتعرض منذ فترة طويلة لدغوطات التي تمسكها بالقضية الفلسطينية ووقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقياته يعني بصراحة لا يريد أحد أن يكون في موقع الأردن اليوم هم في موقف لا يحسدوا عليه هم مواقفهم أصيلة مع القيادي الفلسطيني حقيقة رغم أن البعض يحاول بين الفينة والأخرى أن يلوث المشهد ولكن أنت ترى الموقف الثابت للقيادة الأردنية نعرف أن الأردن يعاني فيما يعانيه من أزمات اقتصادية كبيرة وأن أمريكا تعتبر أنه هي الدولة الثانية من حيث تلقي المساعدات الأمريكية بالمقارنة مع عدد السكان وهناك اعتبارات ضاغطة جدا على الأردن في هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد أنه الموقف المبدئي هو أثمن بكثير من كل الأموال الكون وعليه أنا بالفعل يعني أملنا كبير أن تأخذ القيادة الأردنية هذه الخطوة بمراجعة الاتفاقيات باعتبار أنه إسرائيل تولي غاشمة وتريد السيطرة على كل المكنون الاقتصادي الموجود في هذه المنطقة بحيث تبقى القوة العظمى على حساب الشعوب العربي وبصراحة هذا ليس بحقاة مجرد إهاني وإنما تطاول على التاريخ وتطاول على الجغرافية طيب دكتور فيما يتعلق بقرار القيادة الفلسطينية والذي أكدت في المنظمة لاحقا بتجميد أو بوقف كل الاتفاقات المبروة مع حكومة الاحتلال والحكومة الأمريكية بداية كيف تم التوصل إلى هذا القرار وهل فعليا يتم تطبيقه على أرض ما لأنه فيناس بصراحة لا زالت تشكك طبعا أنا واضح بأنه كثير من الناس تشكك باعتبار أنها تقيس هذا الموضوع على مواقف سابقة ولكن ما أستطيع أن أقوله وأنا شاهد عليه أن ما قرأوا الأخ الرئيس هو عبارة عن ثمر الجهد قامت في اللجنة المركزية لحركة فتح وإخواننا في الفصائل وعدنا بورقة مشترك وهذه الورقة جرت عديلها عدة مرات وصولا إلى حالة من الانفاق على ما تلاه الأخ الرئيس وبالتالي هو ليس موضوعا منفردا وأخذ القرار وقال أنا سأقرأ عليكم وتفضلوا اسمعوا بالعكس هذه ورقة نوقشت داخليا وقبل أن يتلوها على الإعلام ويتم دعوتكم لبثها رسميا أعيد تلاوة الورقة كان هناك بعض الملاحظات وبعدها دعي الإعلام وتلي هذا القرار وبالتالي أنا بستطيع أقول بأنه والحمد لله على الأقل جهد أكاديمي جهد سياسي جهد وطني جهد جمعي قاد لولادة هذا الموقف البعض قال بدي أكثر بدي أقل ولكن بصراحة أنا بقول أنه هذا الموقف الآن أهميته ليس في أنه تخذ أولا ولكن أيضا كيف نستطيع أن نطبقه لأنه لا أحد يريد أن يضع نفسه في الزاوية ثم يقول أني أنا أخذت القرار ولكن مش عارف كيف بدي أتصرف أما فيما يتعلق بالتشكيك أعتقد الصور شواهد وأنت تعرف أنه كل الأشكال بالفعل أوقفت ورأيتم بكل أسف أنه الناس بدأت بالتدفق على المكتب الإدارة العسكرية أنا ترير أن تتابع شؤونها وأحوالها وهذا أمر كان في الماضي عبر السلطة عبر السلطة وتحديدا هيئة شؤون المدني وإخواننا في الارتباط اللي كانوا يتابعوا كل هذه القضايا الآن إسرائيل عليها أن تتحمل المسؤولية كسلطة احتلال وبالتالي هي عليها أن تتولى المسؤولية للآن بدأوا المواطنين يقولوا للإسرائيلين تفضلوا مش أنتوا قطعتوا أو السلطة قطعت علاقتها معكم تفضلوا في مسؤولية إنشاء مباني في مناطق جيم نحتاج إلى ترخيص في تصاريح في تنسيق لمرضى في سفر طلاب في قضايا تفصيلية في أوضاع اقتصادية في حركة مضائع وعليه أصبح الآن الكرة في ملعب الاحتلال كيف سيدير هذا المشهد وإنت رأيت أن المخرج الأول كان بالنسبة له هو تفريق جمع الناس بالقناة بالغاز طيب في هذا الموضوع دكتور كان دوما الحديث عن كل الفصائل تقريبا معظم الفصائل منظمة التحرير أو الفصائل من خارج منظمة التحرير كان دوما حديث عن ضرورة وقف التنسيق الأمني هل توقف التنسيق الأمني نهائيا وكيف يمكن إقناع الشارع والفصائل بتوقفها إحنا لسنا أمام مرحلة مناورة يعني في السياسة هناك فنون المناورة وفنون الممكن وخلافه ولكن اليوم لم يعد المجال في إطار المناورة على الإطلاق يعني الموضوع ليس موضوع فرقة إعلامية بينما في الخلف وانت كانت واضحة الصورة أن رئيس الوزراء دعا رؤساء الأجهزة الأمنية أبلغهم بإرادة الرئيس ووضعهم في صورة القرار الصادر على القيادة وبعدها الأخ الرئيس تحدث معهم وأكد على ضرورة وقف كل أشكال التنسيق الأمني وخلافه وهذا ما يجري حاليا طيب في الثقابة الأخيرة لاحظنا أن هناك زيادة خنق من قبل سلطات الاحتلال جيش الاحتلال من خلال نشر الحواجز التدقيق في هوية المواطنين ومن يثبت أنه عسكري يقوم بالاعتداء عليه أو بمحاولة تأخيره وما إلى ذلك هل سيثني ذلك القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في التنسيق الأمني والاتفاقيات أم أننا سنتواصل حتى وقف قرار الضم أبدا هذا الموضوع متوقع هم أزالوا العلامات التي تدل على المناطق ألف باعتبار أن هذا توطئ وبدأوا يبحثوا عن العسكريين في نقاط التفتيش ويسألوا هل من رجال أمن متواجدين في المركبات التي تقل للناس بين مناطق الضف الغربية وكثير من الإجراءات التي أنا أتوقع أن تتصاعد خلال الفترة القادمة ولكن اليوم نخوض هذه التجربة على أرضية أن هذا الخيار لم يعد هناك مجال للمناورة فيه وأن إسرائيل تريد أن تهضم حق الشعب الفلسطيني وحق أبنائنا وأن تقتل هويتنا وبالتالي ندافع عن بقائنا ووجودنا وعليه في معركة البقاء لا يمكن إلا أن تكون في دائرة الهجوم في الآونة الأخيرة قبل بضعة أيام شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار على شاب فلسطيني مصاب بطيف التوحد كيف يمكن أن نستثمر مثل هكذا حالات بإعدام شخص شاب من ذوي الإعاقة لفضح جرائم الاحتلال وإعدامها المواطنين الفلسطينيين على الهواء مباشرة أخي في رأس أنا لا أريد أن أسألك إذا ما تبادلنا الأدوار يعني إذا ما كان هذا الشخص هو شخص إسرائيلي قتل على أيدي فلسطيني كيف سيكون عليه الحال لأنه أنا وأنت والمشاهدين والمشاهدات الأكارم عارفين كيف يتم التعامل المزدواجي العالم الآن كله عرف عن قصة هذا الطفل لا يمكن أن يقول أحد في العالم بأنه لم يرى هذا المشهد وأن هذا الطفل البريء تعرض لعملية قتل بدم بارد يجب أن تنقل قصته وقضيته وملفه لملف فلسطين أمام محكمة الجناية الدولية لكن هناك فارق ما بين أن ترى وتعرف وأن تأخذ موقف ترى وتعرف وتخاف من إسرائيل لن تأخذ الموقف المطلوب وسيأتي هذا في إطار الأسف والحزن لأنه رأينا مواقف دولية حزينة قالت أن نتعبر عن حزنها وعن أساها وعن تعاطفها ولكن هل سيكون هذا الحال لو عكسنا الدور وكان هذا إسرائيلي يعني الجواب عندك لذلك نحن من خلال هذه المنصة بنقول أن المواقف شبعنا منها قرقعة بلا طحين اليوم مطلوب أن نتخذ خطوات عملية وهذا الحال الذي رأيناه سيتكرر لأنه تعرف عندما تقتل ولا يحاسبك أحد بالضبط سيستمر بالقتل سيستمر وبالتالي هذا البريء الذي يقتل ما ذنبه ما ذنب كل فلسطيني ارتقى بفعل اعتداء إسرائيلي وإسرائيل اعتبرت أنفسها أنها هي معفية من السؤال حق الشعب الفلسطيني ودمه لن يسقط بالتقادم وهذه المشاهد التي تراها لن ينساها أحد وستبقى محفورة بالذاكرة ألف رحمة على روحه وروح كل شهد طيب دكتور خلينا نذهب للولايات المتحدة ما يجري في الولايات المتحدة يعني شايفيني شارع الفلسطيني سعيد تحديدا يعني أنه سعيد بأنه شارع الأمريكي طالع ضد قياته في الوقت اللي كانت الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل فنوع من الامتقاب وحتى شارع الفلسطيني كان متضامن جدا مع الشاب الذي قتل فلويت كيف تنظر إلى المشهد برومتو دكتور؟ الشارع الفلسطيني أولا شارع مظلوم تاريخيا وبالتالي هو يتعاطف مع المظلومين في العالم أيا كانت هويتهم ثانيا الشعب الفلسطيني مكلوم جراء تصرف الإدارة الأمريكية وبالتالي هو لا يتشفى في أمريكا لا يتشفى في الشعب الأمريكي ليس لديه بعد عنصري وبالتالي الفلسطيني لا يفرق بين الأبيض والأسود ولا يتعامل بعنصري على الإطلاق ولا يشعر بالسعادة لقتل الناس وتخريب أملاكها وخلافه ما يشعر على الأقل بحالة من التعاطف في هذا المشهد أنه يرى بأنه ترمب وسياسته العقيمة هي التي يتظاهر ضدها الشعب الأمريكي تماما كما يتظاهر الفلسطيني وأن اختلفت الأسباب هناك ظلم وهنا ظلم بسبب ترمب وهنا بشر سيخسروا حياتهم وهنا بشر سيخسروا حياتهم وبتعرف هو رفع شعار خطير جدا آخر مرة سمعوا فيه الأمريكان في العام 68 خلال ثورة السود ضد وبالمناسبة هي مرت في مراحل تاريخية تعرف تفاصيلها ولكن عندما يبدأ عملية التخريب يبدأ عملية إطلاق النار أو عندما تبدأ عملية السرقة تبدأ عملية إطلاق النار قس هذه الجملة على مشهد الضم الذي تنوي إسرائيل تنفيذه بقرار وبتوطئة أمريكية هل يستطيع الفلسطيني أن ينفذ يا سيد ترمب ما قلته أنت عندما تبدأ إسرائيل بالسرقة يبدأ الفلسطينيين بإطلاق النار ستوصمنا في هذه اللحظة أننا قتل وأننا محرضين وأننا مجرمين وأننا إرهابيين وأنت صاحب الأفكار الحرية طب طبق الحرية أخي طبق الحرية الآن أنت تتعامل بعليائية أنت وصفت محافظيك بأنهم ضعفة أنت تدعو لاستخدام الجيش لا نرى أي خطاب يجمع الشعب الأمريكي وإنما خطاب عنصري في تأجيج هذه قضية أمريكية تخص الشأن الداخلي أنت سألتني عن البعد الشعبي قلت لك أن المظلوم يقف دائما مع المظلومين ومشهد الذي تراه هو تعبير عن حالة الانزعاج من ترامب من ترامب ومن قرارات التي مست القضية الفلسطينية ووقوف الدائما على احتلال سياسيا إلى أي مدى يمكن أن يتخلخ الوضع ترامب تحديدا أننا على أبواب انتخابات أمريكية جديدة بصراحة بتعرف لو تدخلنا في هذا الأمر لوصم الفلسطيني بأنه هو المحرد وهو المخرب ولا أخفيك ستستخدم اللوبيات الصهيونية هذا الموضوع باتهام الفلسطيني بأنه هو الذي يتشفى وأنه هو الذي يقود رأس حربي وأنه هو الذي يحاول التدخل في سياسة أمريكا وهذه قضية داخلية لها علاقة بالنسيج المجتمعي ولكن هي ليست الثورة الوحيدة وعليه رأينا ثورات سابقة ورأينا أيام رودني كينغ في الاعتذاء عليه والقصة التي أحاطت بكل هذا الموضوع بغض النظر عن هذه القصة نحن لا نريد لأحد أن يخسر حياته لسنا من دعاة القتل لسنا من دعاة تخريب لا نؤمن بالتخريب ونؤمن بحق الشعوب بالانتصار لكرامتها وبالتالي ما يجري الآن في أمريكا الفارق ما بينه وما بين حقب السابقة بأنه كان في رئيس عقلاني متعقل ربما استطاع أن يستوعب هذه الحالة ولكن لم يستطيع أن يعالجها يعني الآن النقاش في أمريكا لا يخص فقط ترامب يخص كل المرحلة السابقة بما فيها أوباما الذي كان الرئيس الأسود الأول الذي يحكم أمريكا والسؤال هل تمكن ترامب من علاج الآفات؟ لا طبعا حتى أنت عندما تسأل في جنوب أفريقيا هل تمكن مندلة من علاج آفات وتابعات العنصرية؟ طبعا لا لأن هذه العملية تحتاج إلى أجيال من التغيير طب سياسيا إلى أي مدى يمكن أن يساهم ما يجلك الولايات المتحدة بتحرك الإدارة الأمريكية أو رصح ترامب بوقف دعم حكومة الاحتلال بضم الأغوار والمستوطنات؟ طبعا أنا قلت أن هذا واحد من المعطيات في بداية لقاءنا اليوم قلت واحد من المعطيات التي سيسند إليها قرار أمريكا في كل الاتجاهات بالمناسبة ليس موضوع الضم يعني هو لن يشعر بالضيق في الشارع فيقول تعال نلغي الضم لأنهم القضيتين غير مترابطة بس قوة أمريكا وإمكانياتها لا تنسى أن الكورونا استنزفت يشاع حوالي 6 تريليون وأن كان المعلن عنه حوالي 2.7 تريليون التي أقره من الكونغرس بغض النظر الواقع الاقتصادي وتبعاته حجم الثبات من عدمه للمستوى السياسي قدرة النظام الأمريكي السياسي على أن يتماسك كله له علاقة بكيف ستنجلي الصورة فيما يتعلق بملف الضم وغيره مستقبلا البعض يتحدث عن تقسيم الولايات نحن رأينا ضباط شرطة يردوا على رئيس الدولة قلوا له إذا لم يكن لديك شيء تقوله إيجابي عليك أن تخرص تخرص تسكت وبالتالي هناك حالة من التشريخ الآن الجارية رأينا ضباط أمين ينضموا للشعب للشعب ورأينا ضباط جيش ينضموا للشعب وعليه الأمور الآن غير واضحة على الإطلاق ومن المبكر الحديث عن كيف ستقول الأمور إلى أي اتجاه ستتجه طب فيما يتعلق بالمصالح دكتور يعني رأينا كيف تفاهم نتنياهو مع جانس وشكلوا حكومة رغم ما قيل من قبلهما الاثنين خلال الانتخابات السابقة واتفقا حتى على كل الإجراءات في الضم المستوطنات وضم الأغوار والقدس ألم يحنن الوقت للفلسطينيين بأن يتوحدوا لمواجهة خطر يتهدد مصير قضيتهم؟ ربما لاحظت عندما سألتني ما هي الخطوات العملية الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية الخطوة الأولى وبالتالي هل آل الأوان؟ نعم آل الأوان منذ زمن من سنين وأنا لا أريد أن أدخل في معركة أو في سجال حول من السبب ولكن أما وأن هذا الحال قد فرد نعم الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيدة لإنهاء هذا المشهد لأنه لا يستطيع تاريخيا أي شعب ممزق أن يخود معركة أو مخاض سياسي محتدم بشكل الذي سنأتي إليه نعم معركة هوية ومعركة بقاء طيب منذ سنوات لم يكن هناك لقاءات من أجل إعادة اللحمة لماذا هذا الجفاء وهذا الغياب طول هذه الفترة؟ وهل توجد هناك أطراف تحاول أن تساعد الجانبين للتقارب؟ تفاصيل كثيرة يعني أنا تشرفت من أن كنت جزء من الحكومة التي ذهبت إلى قطاع غزة بعد غياب طويل وأنت رأيت حجم التعطش والحالة الموجودة مع الأسف في كل مرة هناك نقاط جذب ونقاط نفور وترى هناك متدخلين دوليين وأقليميين يساهموا في عمليات تخريب وترى المشهد حقيقة المشهد مأساوي من الصعب الآن خلال هذه الدقائق أن ندخل بالتفاصيل المأساوية لهذا الحال ولكن ما نرى اليوم بأنه هذه فرصة ذهبية يعني كيف تحول المحن إلى فرصة إلى منحة كيف يكون هناك نعمة اسمها نعمة المعاناة أنت في حال من المعاناة مستفحلة ومقدم على مواجهة كيف تستطيع أن توظفها لصالحك هو السؤال الذي يجب أن نجيب عليه فلسطينيا وأظنك أنه موضوع المصالحة بدون أن نشك هو أحد أهم المحاور الرئيسية التي نستطيع أن نوظف فيها المحنة الحالية إلى فرصة فيما يتعلق بالضام كلنا يدرك أن الرواية الصينية تقول دولة من البحر إلى البحر كما يقولون من النيل إلى الفرات في حال نجحوا في ضم الأغوار وفي ضم المستوطنات هل يعني ذلك أن المفهوم الصهيوني لدولة إسرائيل الكبرى قد بدأ بالتلفيذ؟ لا سيكون طبعا حققوا محطة مهمة في الموضوع ولكن كما تفضلت من الفرات إلى النيل ما زال الشعار مرفوع على بوابة الكنيسة وبالتالي إحنا يجب أن لا ننسى هذا الموضوع لأنه الناس تقول لا بتعرف يعني هي مناورة محدودة وأنه إسرائيل ستبقى في هذه الحدود أولا هذه الدولة غير معرفة الحدود طبعا فتحدى أي إنسان يذهب لأرواق تلوم المتحدة ويعطوه تفاصيل ويهل حدودك؟ الحدود لأنه بتعرف أنت عندما تتحدث عن الدولة أنت تتحدث عن الحدود عن الهوية عن السيادة عن العلم والنشيد والنشيد وخلافه اللي بتوصف مفهوم الدولة طبعا إذا أنت تتحدث عن حدود رخوة ستصل فيما تصل إليه إلى كل مكان تستطيع إسرائيل أن تمد نفوذها بانتجاهه وربما لحظت المستوطنين الذين يهاجموا أخوتنا وأهلنا لحظت القميص الذي يرتدونه صح هو يحمل صورة الخريطة كما يريدها الإسرائيلي اللي بالمناسبة تتجاوز حدود الأردن تتجاوز للعراق وجزء من السعودية وعليه أنت الموضوع هو ليس موضوع فلسطين منتهي يعني موضوع الضم عندما يكتبل هو ليس موضوعا منتهيا من نسو الإسرائيليين هو ما استطاع أن يحققه في هذه الحكمة التاريخية ولكن معينه على بقية الأرض تعبنا إلينا الفلسطيني أخر المشروع وربما هم يتلاوموا فيما بينهم أنه ربما يجب أن مارسوا سياسة الترانسفير أو سياسة الذبح أو سياسة طبعا هم مارسوها ولكن لم يستطيعوا أن يحققوا مآربهم يعني من صبرة وصولة إلى قبية مرورا بشتيلة ومرورا بكل محطات النحر التي تعرض إليها الفلسطيني بقي ثابتا في أرضه اليوم أمام صفحات الإعلام الاجتماعي صارت المهمة أصعب بكثير وصارت عملية مفضوحة أنا لا أقول بأنه ساهم الإعلام الاجتماعي في فرض ضغوط ولكن تعرف عين مفتوحة يعني دولة تروج لنفسها بأنها هي الديمقراطية الوحيدة ثم تأتي وتقتل وتنقل الصور على صفحات الإعلام الاجتماعي لا يمكن أن تكون فاقعة بالصورة التي كانت عليها فربما البعض داخل المكنة العسكرية أتوقع ذلك حقيقة في إطار الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ربما البعض لديها هذه المدرسة التي يقول فيها أنه كان علينا أن نجهز على أحلام فلسطينيين قبل ولادة الإنترنت لأنه كانت العملية ستكون أسهل اليوم أصبحت مفضوحة دوليا وبالتالي أصعب وبالتالي صعب نعم وإن كان حجم الأداء ردات الفعل الدولية ليست مرضي للفلسطيني وإن كان كثيرا لكن الناس ترى وتعرف أن هذه لا هي دموقراطية ولا هي مشاعة ولا هي مشروع إنسان وإنما مشروع قتل بهذه الصورة الحالية الذي فيه نتنياهو يحارب من أجل مستقبل شخصي ولكن يسعى لتنفيذ الرؤية الأكبر التي تحدثنا عنها دكتور صبري صيدم العضو الأزل المركزية لحركاتنا شكرا جزيلا لك مشاهدين الأعزاء إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم تصبحون على خير